اشتكى أهالي محافظة صبيا من الامدعاثات السامة اللي تصدر من بركان خامد يقع في جبل العكوة طالبوا بتشكيل لجنة خاصة للنظر في شكواه ومتخلص من امدعاثات البركان اللي يتوسط قرائهم السكنية زميلي محمد عابد زار قرية الكدمي بصبيا وعاد التقرير التالي نشوفه ونرجع نتكلم في هذا الموضوع من ثاني جبل العكوة جبل بركاني خامد يسترخي على طرف من أطراف محافظة صبيا وهو عبارة عن جبلين يقعان على خط مستقيم واحد أحدهما شمالي والآخر جنوبي وتحيط به قرى الحسين والهيجة وغابات نخلان هذا الجزء الجنوبي من الجبل يثير حوله الكثير من الجدل والذي تعمل بداخله كسارات ومعدات ثقيلة بهدف استثمار ثروته المعدنية هذه الأعمال باتت مصدر قلق لسكان القرى الصغيرة المحيطة به طالبوا أباءنا وطالبوا أجدادنا في هذا الأمر وطالبوا حكومتنا وطالبوا شيخنا في هذه الأمور باسم المصلحة أنا أعرف أن حكومتنا حفظها الله بقدر خالد محمد شرفين أنها لا تألو جهدا في صحة المواطن وفي رفعة المواطن وفي عزة المواطن ولكن الأسف الشديد في هذا المكان أصبحنا الآن مكان لمسادات السموم والهواء الملوث وأبناءنا أصبحوا عرضة ونحن أصبحنا عرضة وأصبحنا مرضى من هذه الأشياء فنحن ننقل صوتنا ونتوسل إلى الله عز وجل ثم إلى ولاة أمرنا أن يكفوا شر هذا الجبل عننا تباينت الآراء وتعددت الأسباب واجتمع الأهالي على رأي واحد هو إيقاف العمل في هذا المكان اعتقادا منهم بأن انبعاثاته ملوثة للهواء ومسببة للأمراض خاصة وأن العمل في هذا المكان لا يتوقف حتى خلال أيام الإجازة الأسبوعية وفقا لرواية الأهالي المصلحة العامة هذه حينما ما نقول فيها شيء بس عندنا أطفال وعندنا شيبان جالسين يعني أذون خلق الله جالسين يعني الحين المستوصف وعندنا في المستشفيات كلها كافية تطلع تقارير عن الأطفال وعن المراضي بسبب اللدخنة وبسبب الأعمال التي تصل في الجبل هذا يعتقد بعض الأهالي أن حل هذه المشكلة يكمن في تشكيل لجنة عليا للتحقق من شكواهم والتثبت من واقع معاناتهم ووضع الحلول الكفيلة لحمايتهم من أي أضرار بيئية أو صحية أعمال الحفر التي تتم في الجبل تسببت في عملية تصحر في البيئة المحيطة بالجبل فتأثرت أعمال الرعي التي يعتمد عليها كثير من المواطنين هنا يعتبرون مصدر الرعي والمواشي مصدر ريسك له ميزان الحكم على أي عمل هو النتائج ولعل سبر أغوار هذه القضية سيظهر الحقيقة التي تدور حولها جملة من الأسئلة الحائرة في ظل تفرق دم هذه القضية على وزارة البترول والثروة المعدنية المانحة للتراخيص من جهة والشركة الاستثمارية المنفذة للمشروع من جهة أخرى وقد تكون الإجابة من خلال حل عملي يرضي جميع الأطراف محمد عابد الإخبارية محافظة صبيا طيب كنا نريد أن نتكلم في هذا الموضوع مع الدكتور عبدالله العطاس اللي هو مساعد رئيس هيئة المساحة الجيلوجية كان متجاوب جدا وفي الأخير ما عاد يرد على الجوال ولا عاد يرد على التصالات ومقف في الجوال فعشان بس تكونوا بالصورة وتشوفون يعني وش اللي صاير تكونوا بالصورة عشان نحن نبغى نأخذ الأهالي نبغى نأخذ المسؤول يرد على الاتصالات هذه الشباب لازالوا يتواصلون معك يا دكتور عبدالله رد عليهم عشان نتكلم في هذا الموضوع يمكن شوية عمليين مع أي مباشرة من جيزان أهلا أستاذ عبدالله حياك الله وتحياتي لك والأخوة طاقم البرنامج طيب واسمح لي نيابة عن أهالي مركز الكدمي نتقدم لك والبرنامج على تسريط الضوء على مشكلتنا ما لنا فضل يا يحياء أنا ودي نخش في الموضوع مباشرة ما تسوي الشركة في الجبل هذا وما الأضرار التي حصلت لكم كأهالي في البداية أعطيك وأعطي للإخوة المشاهدين نبذة كاملة عن مشكلتنا يعني هي وجه عكوة وكل ما فيها من مشاكل كلها هذا وجه واحد من عدة أوجه لمشكلتنا الوجه الأول قلنا أنه عكوة الذي يعني يعتبر رمز للمنطقة كاملة وذكر في كتب التاريخ وارتبط بنا ثقافياً يعني وتاريخياً كذلك أيضاً هو ارتبط معيشياً للآلاف من المواطنين في القرى حول الجبل ودعني يعني أصحح بس معلومة الأخ اللي في التقرير بأنه مش بس الحسيني والهيجي هناك العشرات القرى المحيطة بعكوة الحسينية والهيجة مشلحة كل هذه تحيط بالجبل ويستفيدون من الجبل ومما فيه من غطاء نباتي وتستفيد منه الأراضي المحيطة من سوق الأراضي أعطيني المشكلة التي تحدث في الجبل يا يحيي وشي المشكلة هي أنه بالشركة التعدين تحفر في الجبل وتستثمر الجبل كما يقول بأنه نشاط التعديني يحفرون الجبل ويفجرون فيه يعني من تحت كانوا في البداية يحفرون في عمق الجبل الآن وصلوا إلى فوق في على الجبل يحفرونه يعني ويفجرونه وتسبب لنا بالتالي في عدة مشاكل بيئية وصحية وأيضا هناك نقطة كنت أتمنى أن تطلقوا لها الأخوان أنه هناك ارتباط وثيق ما بين الجبل وما يتم فيه والهزات الأرضية التي شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة يعني أتمنى لا تقفل هذه النقطة من قبل المسؤولين لأنه الهزات الأرضية التي حصلت كلها صارت في محيط هذا الجبل الذي يتم فيه أعمال الحفر في عمقه وكلنا نعلم أنه الجبل هذا بركاني يحيى المشكلة كلنا تدري مش مشكلة يحيى كلنا كانت فيه محيطه أنه يعني ترى أنه في أعمال التعدين يجب يكون فيه اهتمام كبير جدا بوسائل السلامة وهذا شرط من الشروط التي تشترط في حال أنه أنت بتسوي الشغل تعديني هذا من قبل وزارة البترول الثراء المعدنية أنتم مين خصمكم الآن؟ مع مين قاعدين تتكلمون؟ أيوة اسمح لي هو النشاط الذي يتم الآن في الجبل يتم وفقا لنظام الاستثمار التعديني تقريبا يسموه وفيه مادة من مواد النظام هذا تستسمح للشركات بالحصول على ترخيص والاستثمار في الجبل نحن مش ضد النظام لكن نفس النظام هذا فيه مواد تضمن لنا للبشر والبيئة المحيطة بالجبل هذا وأيضا لمجمع الكسارات المقابل الجبل ما بينه وبين الجبل هذا تقريبا خمسة كيلو والقرى واقعة ما بينهم أيضا يتم فيه نشاط تعديني هناك النظام تستند عليه هذه الشركات وتعمله وهناك فيه مواد تضمن لنا وتضمن للبيئة المحيطة عدم التضرر من هذا الشيء ولكن المشكلة أنه ينظر إلى المواد التي تسمح لهم بالعمل ولا ينظر إلى المواد التي تمنعهم أو تعاقبهم على عدم الإضرار بنا يحيى ترى الشركة منعت محمد عابد زمين المراسل منعتها من القرب من المشروع هذه الشركة التي تعمل لا أكنت معها لا أعطيكم حتى مراسلنا آذة أتمنى أنه لو كان التقرير لو كان الشراب عندهم وقت ويجمعنا إذا مجمع الكسارات فيه تقريبا أربعين شركة ليس فقط عكوة هذه في أربعين شركة مثل اللي في عكوة كلها تعمل وكلها لا تلتزم بأي ضوابط لرمان صحتنا وعدم الإضرار به طيب أخوي يحيى أبو طالب و أيضا من الحديد أنا أشكرك نصلتنا الضوء على هذا الموضوع اللي قاعدة تتأذى منه عدد كبير من القرى و عدد كبير داخل القرى من الأهالي اللي جالسين وساكنين هناك يعني في الأخير وشتبون أن توصلوا لي الشركة هذه أنا ما أدري شكرا يحيى أبو طالب أحد أهالي قرية الكدمي و شكرا للأهالي اللي صابريني للآن على الشركة هذه ما سووا يشي شكرا جزيلا لكم نعطيك العافظ